مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع اللي هو خاص لكل مربي أرانب يعني كما كتشوف في العنوان تريد البدء في مشروع تربية الأرانب إليك أهم الخطوات للنجاح في مشروعك إذن أول حاجة يجب على المربي للأرانب أنه يحضر واحد أقفاص دي الأرانب والبيوت دي الولادة لأن تربية دي الناس اللي بغين يربيوا في تربية الأرضية غادي إعياء وغادي حسو راسهم كي يعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذكر الروائح الكارية اللي كتخليها الأرانب إضافة إلى انتشار الأمراض كالجرب إذن الأقفاص كما كتشوفوا كيرتاحوا الأرانب كيرتاحوا وانتم كما كتشوفوا رأينا واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتخلصوا منه من بعد إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج النتوات علاش لأن المربي منك يكون عاد بادي خصو ياخد تجريبة مشي تربية أرانب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير دي الإناث وعدد كبير دي الدكور ونبقى نخلط لا الضروري في الأول تكون ياخد تجريبة يعني بحركة نقول لك يتعلم في هذوك جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف هذك شي كيفاش داير كيفاش كيولدو كيفاش كي التلقيح ديالهم كيفاش الأمراض ديالهم يعني أي حاجة يتعلم منهم الثالث حاجة وهي اختيارات سولالات جيدة الناس اللي غادي يصولوني اسموهما السولالات اللي كانت تقفين موما بالنسبة لدكار ممكن أنكم تبدو ببابيون ببابيون مزيان بحالة الشكل هذة عضرها ببابيون ثم تبارك الله عضرها دكار ثم هوار هذا شوفوا الشكل يالورها ببابيون أما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا شانشيلا را معروفة شانشيلا ممكن تاخدوها في هذا اللون هذا او احد اللون غري المهم الانثى خاصة تكون شانشيلا والدكار يكون ببابيون هذو ما يعني اللي خدمت بهم هنايا وحسيت بهم حسيت بالراحة فيهم ومن الأحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي إن الرومي كيكبر دغية دغية والمربية غادي حسب راسو يعني دغية دغية كيربح يعني غادي يتحمس غادي يمني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غادي يتحمس أنه يكمل في المشروع كين قادية ديال يجب أن تزود الأقفاص بالعلافات والشرابات كيما كتشوفوا معايا هذي را شوفوا العلافات اللي هنا هذو غير فهذا المرحلة هذي ديال غير شرابات عاديين ممكن أنكم تديروا شرابات بحال هذو كيكونوا بالحلامات كتشوفوا واحد تيورة فايس را كل وحدة عند الحلامة ديالها بغيتوا تديروا طاصة بحال هذي ماشي مشكل طاصة عادية غي تكون قية مغسولة مزيان من بعد كان ندوزهم لهاد العلافات هذو ديال الكبار ديال يسدع لهم ديالهم مغي علافات هانتهم مكرم كي يأكلوا منهم علافات ديال الصغار هذو الصوتهم غير راسي أي علافات ممكن أنكم تسعنوا بهم من شي قصدير ولا أي حاجة عنكم ممكن أنكم تديروا بحال هذي العلافات إذن هذا من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاليم والعلف بالجملة يعني شريو خنشا ما تقفش شريو بالكيلو لأن بالكيلو كيتاح أولا غالي الكيلو كيتاح نقولكم الأتمينة كيلو كيتاح بربعة درهم ونصر كيلك يبيعوتها لخمسة درهم وبالنسبة للخنشا فيها خمسين كيلو كيتشراء بما بين خمسة وثمانين درهم تتسعين درهم كيتطيح تقيبا بخمسة وسبعين ريال خمسة وسبعين ريال تقع مرخيصة ما تقعش بحال إذا شريتوا بالكيلو كيتشريو بالجملة كيتطيع لكم القادية الخاصة إذن هذا من جهة القادية ديال منينة تشريو شي خنشا ضروري أنكم تخزنوها يعني دلو لفوها بشي ميكا ولا على حسب الشتاء ما توصلهاش على حسب الرطوبة المهم حاولوا أنكم بطريقة ديال تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم أو ديال العالف النساء غاي سيقولون العالف ممكن أنكم تشريو خنشا ديال ديال عفوا بالا حنا كنقولوا بالا ديال الفصة بحال هات الشكل هذي درها فصة رام كي يكلو في الفصة هذي درها فصة فصة يابزة ماشي فصة خضراء كين قضية ديال تخزين ديالات هي ممكن أنكم ديروا واحد ميكا تبيرها وديرها ممكن أنكم تشريعوا الدورة يعني راكا تباع مفرشة ممكن تشريو الشعير ديال البيزانة دون معايات الحويجة دورة الشعير ديال البيزانة مزيان كيف تهم واحد تسمين يعني مزيان الخبز الكارم ممكن أول تتاوات أو تخزنوه ما ترميش خبز كارم مران تتاو ما كي يفل الخبز كارم وكي يعطيهم واحد يعني يعني اللحم كي تزاد من الخبز الكارم لأن فيه الخميرة كي نعود قضية أخرى وهو يجب أن يكون مكان المخصص للآرانيب يعني مهوي ما يكونش مخنوق ما تجديره واحد لبيت ما فيه لا شر جمب لا باب لوه لغي فيه واحد بيب صغير ورقة تدخلوه صفي الظلمة لا ضروري أن الأشيعة الشمس وصلهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تتاواتي الغازات اللي كتكون ديال الأنيميا متأثرش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كي نقضية أخرى خاص الآرانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفتريسة كي لاتصادف هذه المشكلة دي الحيوانات المفتريسة مثل الكلاب عزكم الله حشاكم كي بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تفترس الأنانيب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفتريسة على الأنانيب ديالكم كي نقضية أخرى عند شراء الأنانيب يجب أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون شغي واحد يكون مريض بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب أنت يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إذا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأنانيب كي يأخذوا العدوى وبين هاد الأبراد اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريب شوفوا الأرنب بيكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأنانيب هو جارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جهة نيفو جهة إحدى الرجلين ديالو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله بالشعر والعين ديالو ما يكونوش طايحين يعني ما يكونوش يخصي يكون العين ديالو بالراقي ما ينشفلو في عينيه يبرلك كي يشوف فيك هاد الأرنب كتحس بيه بالراء صحيح كي نقضية أخرى ما يكونش الأرنب عنده صيلا في الأنف ما يكونش مريز بالز Lana زوكيا مرة تأول كي يكون أرنب صافي غي تتواجع معاه كان آآآآآآآآآآآآآآآخر وهو الكوكسي ديا الكوكسي ديا مش تزيموم كوكسي ديا تح ligâ تزيم المرض لا المرض ل Campaign المرض جيال الكوكسي ديال magical كتكون جارية ؟ يعني فضانات كان تكون Perché ماشي ح POLK THAT A على شكل سائل أسود الناس لقيتوا واحد من هاد الأرانب فيه هاد المرض ما تشريوش هاد قاطع لان نرا هاد المرض كيت عادة كينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجيب اختيار الأرانب في السن ديال 6 أشهر يعني ما تجيبوش الأرانب صغار بزاف وما تجيبوه مش كبار لا سول المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قرابين يولدو انتم ممنين تجيبوهم يعني غادي تزوجوهم غادي يكونوا قرابين يولدو ما يكونوا صغارين بزاف قل من احنا نقولوا 4 شهور ولا لا يكونوا 5 شهور ماشي مشكي غادي يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدوا عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يصدقوكم ان شاء الله في تربية ديالي كينا قضية ديال الأرانب حاولوا حاولوا انكم ما تجيبوش الإخوة يعني حاولوا انكم تشريو عند واحد وتسوولوا وشهدو الأرانب إخوة يعني إذا كان بقلوا واحد ما تشريو شوية من هنا وخلطوا شوية من هنا وشوية من هنا إذا كانت تعرفوا شوية الناس يبيعوا هذا الأرانب حاولوا ما تزوجوش الإخوة لأن زوج الإخوة شحان مواحد كيقول بالله كينا عندي إنتاج ولكن مع المدده غادي يحس بالفق غادي يقول باللي الأرانب دياله كيخرجوا فيهم لا يصر تشوهات ما كيحتوش بالزاف ديال العدد كيتلقى الأنثة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة والدس كتولد ثلاثة أما إلى خديثهم من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين أن الأمور كتكون على أكمل وجهه وكتكون على ما يرام إذا هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت أن ألخص لكم المشروع في نظرة شاملة لا أخصص لكم شي حاجة أنا راهز للإشارة نجاوم لكم على الكمونتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادي يمتدعم ديالكم تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة أو المقبلة